كجربة رقم ثلاث ثلاث افترض جسم يسقط من التفاع بسرعة ابتدائية V0Y تساوي لي 0 معادلة الحركة العامة التي تصف الحركة هي Y تساوي V0Y تيل بلس نص AY تيل تيل بافتراض الشرط الابتدائي V0Y تساوي 0 تصبح المعادلة Y تساوي لي نص AY T تيل بير هذه المعادلة تخبرونها إذا استطعنا قياس Y وقياس الزمن T بأنه ببساطة نستطيع حساب AY AY تساوي 2Y تقسيم T تربية تجربة لسقوط جسم بسرعة ابتدائية تساوي 0 من ارتفاع Y وجهاز يقيس الزمن للجسم حتى يسقط هذه المسافة الجسم المفترض على الشكل الكرة المعدنية الموجودة في يدي بكل البساطة الارتفاع Y نستطيع قياسه باستخدام أي أداة قياس وجهاز التايمر الموجود هو جهاز لقياس الزمن T بمجرد الضغط بوش سيبدأ العداد بالقياس ولن ينتهي القياس حتى تصطدم الكرة بهذه القطع بسم الله قياس Y وقياس T إذن نستطيع قياس حساب قيمة AY تجربتنا تقوم على أخذ قيم مختلفة للY وقياس الزمن T المقابل لكل ارتفاع Y ثم حساب AY الذي يمثل التسارع الجسم باتجاه Y والذي يحسب من العلاقة بزيادة قيم Y بزيادة قيم Y ماذا يحدث لقيمة AY سوف تلاحظ أن قيمة AY تساوي constant بغض النظر عن قيمة Y و T وتساوي ل G which is تسعة بوان ثمانية متر لكل سكت